من بيروت ينضم إلينا لقمان سليم الكاتب والمحلل السياسي يعني عندما نتحدث عن مؤتمر صحفي بعد لقاء مع الرئيس عون بالنسبة لحاكم مصر في لبنان وهو ممثل عن الجمعيات المصرفية لكن التصريح كان مفاجئا كان من المتوقع أن يتحدث عن تأثير الاقتصاد اللبناني أو تأثير هذه المظاهرات على الاقتصاد اللبناني ولكنه ظهر وقال أنه لا يوجد تأثير على المودعين وعلى الودائع الخاصة باللبنانيين إلى كيف نفهم هذا الأمر في البداية مساء الخير تماما وسؤالك في محله عندما يجتمع رئيس الجمهورية ورئيس جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية ليبحثوا الأوضاع الاقتصادية فما ينتظره المواطن والمواطنة هو كلام يذهب في العمق ويخاطب اللبنانيين بوصفهم مواطنين راشدين يدركون جيدا أن بلدهم في أزمة عميقة بدليل ما يتوالى من احتجاجات منذ أسابيع بدليل أن المصارف اضطرت إلى إقفال أبوابعة بدليل أن المصارف لا تلبي حاجة المودعين أما أن يخرج البيان بهذه الصيغة التي تخاطب اللبنانيين واللبنانيات كما لو أنهم أولاد قصر لا يدركون طبيعة المشاكل التي يعيشها بلدهم فهذا يا سيدي دليل واضح على أن السلطة السياسية كما السلطة المالية كما السلطة المصرفية ما تزال في حالة إنكار ومكابرة وتعنت وللأسف الشديد فالأرجح بأن هذا الإنكار وهذه المكابرة والتعنت لن تقود إلا إلى مزيد من الاحتجاجات وإلى مزيد من تعميق الأزمة وتصعيدها عندما يقول رئيس جمعية المصارف بأن أموال المودعين محفوظة فعليه أن يثبت ذلك بأن تلبي المصارف كل ما يطلبه المودعون من أموالهم أو من تحويلات إلى الخارج أو غير ذلك أما أن يذهب المواطن إلى المصرف ويفاجأ بأن أمواله المودع في هذا المصرف باتت رهينة لدى المصرف ولدى السلطة السياسية فهذا أظن أخصر طريق إلى مزيد من التوتر والتصعيد هنا سؤال مهم أستاذ لقمان لماذا هذه المكابرة من قبل السلطة الاقتصادية في لبنان لأنه لا توجد مظاهر اقتصادية ولم يتأثر الاقتصاد نحن فقط نطمنكم بأن الودائع ما زالت موجودة لماذا هذا الإنكار والمكابرة كما ذكرت وماذا يستفيد المواطن اللبناني الذي ليس لديه ودائع بهذه التصريحات يعني تماما أولا دعني أجيب عن الشق الأول من سؤالك هذه المكابرة وهذا الإنكار أمران طبيعيان لسلطة فقدت شرعيتها ولم يبقى لها سوى الهروب إلى الأمام يا سيدي هذا ما رأيناه في بلدان فاشلة أخرى تصل إلى حافة الهاوية وتكابر السلطات فيها في التنحي وفي تحمل المسئولية لأن التنحي عن المسئولية لا يعني الإعفاء عن المسئوليات السابقة وكلنا يعرف أن الدولة في لبنان أو السلطة الحاكمة مسئولة إلى حد بعيد ليس فقط عن سياسات خاطئة ولكن مسئولة أيضا عن نهب منظم سواء للقطاعات العامة أم لأموال الهبات التي وصلت إلى لبنان أم لعمليات تحويل النقد وغير ذلك وبالتالي هذه السلطة اليوم مطلوب منها بكل بساطة أن تسلم نفسها للقضاء وهذا بطبيعة الحال ما لا تريده لنفسها وهذا ما سوف تحاول المستحيل ألا تصل إليه السلطة في لبنان هي المطلوب رقم واحد والمطلوب رقم واحد كما نعرف جميعا يفر من وجه العدالة ولا يسلم نفسه أما بالنسبة للمواطن العادي فدعني أقول بأن حتى المواطن الذي لا يملك اليوم حسابا مصرفيا ولو صغيرا يتأثر بذلك فهذا المواطن يقترب بل هو على وشك أن يفقد عمله ولو كان عملا متواضعا ويدفع له أجره بالنقد الحي وبالتالي ليس هناك في لبنان من يمكن القول بأن الأزمة التي تعبر عن نفسها من خلال المصارف لا تطاله ولا تمثه كلنا في مركب واحد وهذا المركب يغرق في حين أن القبطان يصر على أنه الأعلم والأحوط ومن سوف يقود السفينة إلى بر الأمان شكرا جزيلا لك الأستاذ لقبان سليم الكاتب والمحل الأسياسي كنت معنا للتحليل في هذا الأمر من بيوت ترجمة نانسي قنقر